اهلا بكم مشاهدة تلفزيون اليوم السابع في نشرة اقتصادية جديدة هنستعرض معكم النهاردة مجموعة من الاخبار منها طبعا ارتفاع الزهب المتواصل خلال الفترة الماضية وسجل 1890 جنيه بالاضافة الى القرار الجديد من وزارة الاسكان بالسماح للمتأخرين بسداد مقدمات الحجز منذ عام 2017 وهذا الامر سيحدث انفراجة كبيرة خلال الفترة المقبلة نبدأ معكم بالخبر الاول لوزير الاسكان الدكتور عاصم الجزار الاسكان تسمح للمتقدمين لحجز الاراضي السكنية الصغيرة باستكمال مقدمات الحجز منذ عام 2017 وحتى الان افق مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بحضور عدد من الاعضاء وعدد اخر عبر تقنية الفيديو كونفرنس على الطلبات المقدمة من العملاء السابق تقدمهم لحجز قطع اراضي السكنية الصغيرة سواء بنظام القرعة العلنية او بنظام الحجز الالكتروني اونلاين لسماح لهم باستكمال مقدمات الحجز وتقديم الشكات الاجلة منذ عام 2017 هذا واوضح الدكتور عاصم الجزار ان موافقة مجلس ادارة الهيئة نص على قيام الحجزين منذ عام 2017 وحتى تاريخي باستكمال مقدمات الحجز خلال شهر من تاريخ الاعلان وفقا لعدد من الشروط تشمل ان تكون قطع السابق فوز بها مازالت شغيرة ولم يتم عادة طرحها ويتم عادة التعامل وفقا للاسعار الحالية لكل مدينة ووفقا لما تسفر عنه دراسة لجنة التسعير بالهيئة من تحديد السعر الحالي لكل منطقة هذا واضاف وزير الاسكان انه يقوم العملاء بالتوقيع على اقرار بالموافقة على التعامل بالاسعار الحالية وتنازل عن اي دعاوة قضايا مرفوعة ضد الهيئة او الاجهزة ان وجدت وكذلك الالتسام بالاشتراطات العامة والشروط المالية والعقارية الوردة بكراسة الشروط السابقة التقدم من خلالها ده طبعا خبر مهم من الاسكان وطبعا مهم قطاع كبير من هذا الخبر بنا انتقل معاكم الى الذهب الذهب يواصل الارتفاع سعر جرام الذهب يسجل 1890 جنيه للجرام وطبعا ده بيقترب من اعلى معدل هو كان في الفترات السابقة تخطى 1900 جنيه للجرام ارتفعت اسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين مستهل تعاملات الاسبوع حيث اسجل عيار 18620 جنيه عيار 21 الاكثر تداولا ومبيعا في مصر سجل 1890 جنيه وعيار 24 سجل 2160 جنيه والجنيه الدهب يسجل 15120 جنيه وطبعا هذه الارتفاعات نتيجة للأوضاع الاقتصادية العالمية اللي حضرتكم طبعا كلكم يتابعنا من هذا الخبر بننتقل الى خبر مهم للدكتور محمد معيط وزير المالية وزير المالية دعم صغار المنتجين بالمدن الحدودية لتشجيعهم على توسيع انشطتهم اكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ان الوزارة حريصة على دعم صغار المنتجين بالمدن الحدودية لتشجيعهم على توسيع انشطتهم الانتاجية والحفاظ ايضا على التراث المصري الذي يعكس هويتنا الوطنية اضافة الى تعظيم جهود الدولة في تحفيز المشروعات الصغيرة ومتنهية الصغر بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصاد ولفت الى ان وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة تنظم معرض التراث المصري والحرف اليدوية سنويا لمساندة الاسر المصرية سواء من خلال مساندة صغار المنتجين من المدن الحدودية بالاسهام في تسويق منتجاتهم اليدوية التي تعكس جودة وتميز الصناعة الوطنية وبما يساعد في زيادة مبيعاتهم او من خلال توفير هذه المنتجات باسعار مناسبة للعاملين بالوزارة في اطار الحرص على تخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين من جانبي قال الدكتور ايهاب ابو عيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة ان معرض التراث المصري والحرف اليدوية الذي من المقرر عم تنتهي فعلياته وهذا العام يوم 16 مارس الحال يعكس حرصنا على تمكين المرأة من اجل توسيع نطاق الاسر المنتجة من خلال توفير منافذ مجانية لتوزيع وترويج المنتجات اليدوية التي تلبي احتياجات العاملين بالوزارة باسعار مناسبة وجودة متميزة مع قرب حلول شهر الرمضان المبارك نوضح ان اهتمام الوزارة بتقديم كل تسئلات الممكنة لاصحاب المنتجات التراثية والحرف اليدوية من جانبها اشارت داليا فؤاد رئيس واحد التكافؤ الفرص بوزارة المالية الى ان معرض التراث المصري والحرف اليدوية بسهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 حيث ان نسبة 65% من العارضين سيدات وان معرضتهم نتاج اعمال العديد من النساء داخل المنازل بالمدن الحدودية كما يهدف الى خلق فرص عمل جديدة وتشجيع المشروعات الصغيرة من خلال توفير منافذ بيع لمنتجاتهم التي تعتمد على المحافظة على التراث المصري القديم من هذا الخبر بننتقل الى خبر مهم لمختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية مصلحة الضرائب تقدم كل التسئلات لتزليل عقبات الانضمام لمنظومة الفطورة الالكترونية قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان مصلحة الضرائب المصرية تعمل على بذل كل الجهد وتقديم كافة التسئلات والدعم الفني للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الفطورة الالكترونية ويأتي ذلك مع استمرار مصلحة الضرائب التواصل مع مختلف ومؤسسات المجتمع الضريبي للقوف على العقبات التي واجه الممولين عند انضمامهم لمنظومة الفطورة الالكترونية هذا واشار مختار توفيق إلى أن منظومة الفطورة الالكترونية من شأنها إلغاء الفحص التقديري متى يصير إجراءات الفحص وأنه لن يعتد بأي تكاليف أو مصرفات من الأول من أبريل تكون غير مسبتة بالفطورة الالكترونية هذا الخبر المهم الذي طبعا مهم جدا للمولين والمطالبين طبعا بالانضمام للفطورة الالكترونية بنتقل إلى خبر مهم أيضا لوزير البترول طارق الملة وزير البترول مصر وألمانيا توليان أهمية لعقد شركات واتفاقيات في مجال الطاقة شارك المهندس طارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية في الاجتماع الأول لللجنة التنظيمية العليا للتعاون بين مصر وألمانيا في مجالات الطاقة والهايدروجين والتعاون مع الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة وبمشاركة دكتور شتيفان فنسل نائب وزير الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي بجمهورية ألمانيا الاتحادية للشؤون النيابية هذا أوضح طارق الملة في كلمته إن مصر وألمانيا توليان أهمية لعقد الشركات واتفاقات في مجال الطاقة بصفة خاصة في الوقت الحالي من خلال التعاون مع كبريات الشركات الألمانية حيث تتصدر موضعات الطاقة خاصة التحول الطاقي وإزالة الكربون أو لويات جدوى الأعمال البلدين مشهدا بعمق وقوة العلاقات الثنائية بينهما والتي تم الاحتفال بها في أكتوبر الماضي بمرور سبعين عاما على إقامة علاقات دبلوماسية وأضاف الملة خلال اللقاء الذي شاهده عدد من الوزراء إن الزقم الكبير الذي يشهده التعاون الجاري في مجال الطاقة الخضراء بين مصر وألمانيا يعكس التنسيق المتبادل ووجهات النظر المشتركة بين البلدين في هذا المجال والتي تؤمن بضرورة الاستمرار في تنمية الطاقة بوسائل أكثر مسئولية وصداقة وصديقة للبيع وبأقل تأثير على المناخ هذا ومن جانبه أكدت دكتور اشتيفان فنسل نائب وزير الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي الألماني على أهمية هذا الاجتماع الذي يضم المسؤولين رفيع المستوى من الجانبين مع نحو 200 شركة مصرية وألمانية أوضح أن التغيرات والتحديات العالمية وانعكستها في مجال الطاقة فتحت أفاق جديدة للتعاون بين الدول كما أسست لبداية مرحلة جديدة من التعاون بين ألمانيا ومصر في مجال الطاقة والانتقال الطاقي وذكر أن ألمانيا التي تعمل على التوسع في الطاقة المتجددة منفتحة على توسيع وتقويت شراكتها الدولية وتقويت التعاون مع مصر في مجالات الطاقة والهيدروجين الأخضر مشهدا بتجربة مصر في قطاع الطاقة والتي طورت من هذا القطاع بصورة مذهلة ولفت إلى أن مصر غنية بالإمكانيات من الموارد الطبيعية وهو ما يزيد من قدرتها على التعاون وجد بالإساس مارك في الطاقات المتجددة مؤكدا أن مستقبل العمل مع مصر جيد للغاية عيسو أن مصر تعمل بشكل متميز في مجال العمل المناخي والطاقات المستدامة دي كانت أبرز الأخبار الاقتصادية اللي موجودة معنا في نشرة اليوم واللي بدأناها بخبر مهم لوزارة الإسكان عن إعادة المتأخرين مرة أخرى لسداد المتأخرات وفك شروط معينة بالإضافة إلى ارتفاع سهر الزهب وختمناها بخبر مهم للقاء عدد من الوزراء مع الجانب الألماني لتعزيز مجال التعاون في الطاقة الجديدة والمتجددة كان معكم عبد الحليم سالم ونلتقيكم في نشرات اقتصادية جديدة